شباب صبايا يسعد مساكن الوحدة الثانية بالجزء الثاني مكتاب البكالوريا هو عبارة عن درس الجداء السلمي في الفراء رح ناخدكن شوي على مقدمة الدرس قبل ما ننتقل على القاعة ونشرح الفقرات بالقاعة مع رفعتكن تذكرة سريعة بالجداء السلمي في المستوية اللي أخذناها بالحدي عشر طبعا برجع بذكر الفرق من دراستنا بالحدي عشر ودراستنا بالبكالوريا أنا بالحدي عشر كنا ندرس الجداء السلمي في المستوية يعني بس عنا إكسات ووايات أما بالبكالوريا رح نمدد الدراسة وتصير على الإكسات والوايات والزدات على نفس القوانين اللي تعلمناها بالحدي عشر أول قانون عنا عبارات مختلفة للجداء السلمي إذا عندنا شععين يو وفي في المستوي والجداء السلمي هو العدد الناتج عن ضرب شععين يو وفي سلميا أريد منكم أن تتميزوا الشغلة أن الجداء السلمي رح يطلع الناتج عدد لا تنسى هذا الموضوع يعني أنا ما بصير أضرب سلميا يو بي في يطلع الناتج شعع أول قانون من القوانين بنا نحفظه هذا القانون الموجود بالكتاب يو بي في بساوي نص نفتح قوس نظيم يو زائد في للتربيع ناقص نظيم الشعع الأول يو للتربيع ناقص نظيم الشعع الثاني في للتربيع طبعا بيكون معنى نظيم الشعع في نظيم الشعع يو معنى نظيم المجموع من ربعه بنطرح هدون بيطلع معنى يو بفي بتشوفوا بالتدرب إن شاء الله إذا كان الشععان يو وفي غير معدومين فإن جدائهما السلمي هو نظيم الأول بنظيم الثاني بكوساين الزاوية بينها طبعا هون لازم نكون منعرف كوساين الزاوية بين الشععين يو وفي ولي سميناها هون تتة إذا منعرف المركبات للشوع عين يو و في بتصير العلاقة يو بي بي بتساوي إكس إكس فتحة زائد وي وي فتحة هاي بالمستوي طبعا بالبكالوريا بالفراغ بدأتصير العلاقة إكس إكس فتحة زائد وي وي فتحة زائد 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 فتحة علاقة الرابعة كمان بتفيدنا بدنا نتبقى بالوظائف منشوف إذا عنا شوع عين طلع الرسم شوي عندك الشوع سيدة اللون زهري والشوع عابي اللون أحمر بنضرب الشوع عين ببعض يجوز لك أن تستبدل الشوع سيدي بما سقطه على حامل الشوع العاخر على المستقيم الذي يحمل الشوع العاخر يعني بحقلك تسقط السيدي لتحت شوف على المستقيم الأزرق المحمول عليه الشوع عابي نزل السي لتحت تسقطه تطلع سيفتها اسقط الدب تطلع دي فتحة فأنت بحقلك شباب تشيل السيدي تحط بدالة مسقطة سيفتها دي فتحة لاحظ السيدي بحقلك تشيلة تحط بدالة سيفتها دي فتحة رح فرجيكم تطبيق عملي لإلى ضمن تدرب إن شاء الله شو الفائدة من هاي العملية شباب واضح جدا أنه أنا ما بعرف الزاوية بين الشوع عين عابي والسيدي ولكن هون لما بسقط السيدي لتحت بصير بعرف الزاوية بين الشوع عين عابي وسيفتها دي فتحة لأنا مصيره على حامل واحد جهتين متعاكستين الزاوية عم تصير بيناتهم بي مش هنقدر تطبق القانون الثاني نظيم الأول بنظيم الثاني بكوساين الزاوية في فقرة بعدها اسم التعامد والمسافة كتير مهمة نعرف إنه حفظونا العلاقة إذا كان عندك شوع عين يو وفي متعامدين فهذا يعني إن جداء هون السلمي معدوم كتير كتير مهمة رح نطبق بالأبحاث والفقرات القادمة إذن إذا عنا شوع يو والشوع في متعامدين معناها جداء السلمي معدوم كمان عنا إذا نضرب الشوع بنفسه يو بيو بيطلع مربع والطويلة مربع والطويلة مثلا أو مربع النظيم A-B بـ A-B A-B شوع A-B بشوع A-B يطلع مربع طول القطعة A-B أو مربع المسافة بين A و B لاحظ أنا مع مضرب شوع بشوع عم بيروح الشوع وتتربع المسافة طبعاً يمنطبقه وين؟ بالكهرباء كمان بالفيزياء بعض نقطة عن المستوي رح أشرحها بالقاعة مع رفقاتكم إن شاء الله طبعاً الإثباتات غير مطلوبة بكتاب البكالوريا إنما هي لزيادة خبرة الطالب عنا كمان خواص هم بدنا نشوفها حسابات باستعمال الجداء السلمي لاحظ أن الجداء السلمي عملية تبديلية يعني U-B-V بساوي V-B-U رقم اثنين بحقلنا ننشر متل ما كده ننشر بالأعداد الحقيقي نضرب U-B-V و U-B-Omega من اليسار بحقلنا ننشر من اليمين Omega-B-U و Omega-B-V نشوفوا الخاصتين اثنين وربعاً الخاصة الثالثة إذا أنت عم تضرب الشعاع A-U بالشعاع B-V طبعاً الآ هي أمثال للشعاع U والB هي أمثال للV فمنضرب الأمثال بالأمثال يعني A-B-V ومنضرب الشعاع بالشعاع طبعاً مو كل الخواص اللي كنا نطبق على الأعداد تطبق على الجداء السلمي هذا الكلام حاطينكم مصال صغير عنه شو كمان عنا؟ طبعاً إذا كان عندنا الشعاعين مرتبطين خطياً أقول لهم نفس الجهة نعرف نحن الزاوية بين آتهم تكون صفر وبالتالي بيكون كوسين التتة واحد فلاحظ U-B-V بيساوي U-B-V بكوسين الوات صفر فمنش إلى لأن الواحد حيادي طب إذا كانوا متعاكسين بتصير U-B-V بكوسين التتة والتتة هي B كوسين ال-B ناقص واحد يصير U-B-V بدل كوسين التتة منحط واحد نشوف تطبيقات على الجداء السلمي منذكر فيها علاقة الكاشي عندك A وB وC مربع أي ضلع في المسلس بيساوي مربع الضلع الثاني زائل مربع الضلع الثالث ناقص ضعفي جدائهما بكوسين الزاوية بينهما طبعاً الزاوية بين ال-B وال-C هي الزاوية A طبعاً احنا رمزنا للقطعة A-B للضلع A-B بالرمز C صغيرة لأنها تقابل C والقطعة B-C بالرمز A صغيرة لأنها تقابل A وهكذا مبرهنة المتوسط المتوسط لاحظ معي مجموع مربعي أي ضلعين فيه مسلس يعني B مربع وC مربع بيساوي الضعفي مربع المتوسط النازل من الزاوية بيناتهم يعني من الزاوية A على الضلع المقابل زائد مربع الضلع الثالث مقسوم على 2 هاي مبرهنة المتوسط وفيه مبرهنة له متوازل أضلع إذا بتربع أطوال أضلع متوازل أضلع وبتجمعهم بيطلع مجموع مربعي طولي القطرين شو كمان لازمنا قبل ما ناخدكنا على القاعة طبعا بالنسبة للتدرب صفحة 50 والتدرب إثرائي ما بيجي بالبكالوريا السبب أنه هذا دراسة في المستوي وليس بالفراغ فهذه متل مراجعة على صف 11 لما بنجي على جداء السلمي لاحظوا العلاقات نفسها هاي أول علاقة تاني علاقة لاحظ علاقة المسقط تالت علاقة هي نفس الشباب لاحظ علاقة الجداء السلمي كيف صارت X X فتحة زائد وي وفتحة زائد 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 فتحة هذي بالفراغ بالبكالوريا بدنا نستخدم هدون إن شاء الله لاحظ خواص الضرب بالأعداد الحقيقية هي نفسها طبعا هذا المثال هام جدا هذا نحن نشرح لكم إياه بالقاعة مع رفقاتكم إن شاء الله هو والتدرب اللي بعده طبعا المقدمة السريعة على الدرس هلأ تطبيقات عملية على كل شيء تعلمنا رح نشوفه إن شاء الله ضمن القاعة بالفيديو يلي موجود بعد هذا ارتكال عفيا نلتقي بفيديو جديد إن شاء الله